تعال نروح. ده واحد من احلى الاهداف لنجمل السيزن بالنسبان لي مصطفى فتحي. جول جميل قوي 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 حساسية وحركة. وعايزك ترجع الجندة عشان الاسيست من لعيب كبير معلش ركعتين. الاسيست بص وقف هنا وقف هنا عطول وقف بص بص. الاسيست بوش رجل الخارجي بالراحة. بالراحة عبدالله السعيد. رب عايش قبل بقى عبدالله سعيد عشان بيتكلم بقى انا برضو قلت تعلي واحدة على الجيمة عشان وعلي على واحدة للخاص من فتح. خد بقى الكرة قبل ما عبدالله استلم عشان هو الفرق بين عبدالله وبين اي حد في الدولة المصر ايه. كنترول ده. كمل كده كرة. اي حد هيستلم الكرة هيستلمها لجوه المرعب. هو خدها لدخل بيها جوه المرعب. اي واحد تاني هيستلم الكرة استلمها عدية. هو خدها فتح لنفسه. ان انا اقدر ان انا لا لا ارجع على سنة ارجع على سنة ارجع على سنة. يا عحب بيدي الكرة للمصطفى اتفضل. انا عايز بس يا عوش الراجل. اتفضل. انا عايز اشارككم بس. يتمل بقى البصل لمصطفى فتحي. كمل بص اعمل بص المصطفى فتحي. هو ما بصاش واقف بقى. ببص بقى المكان دي ابقى قرية مصطفى فتحي انسان ما كان بيلعب في الاهلش. انا هروح لمكان صاري عفوا عبدالله السعيد. عشان هاخد مكان عشان لو هيرجع لي الكرة واشوت. يعني هو كان بص حتى بيحرك ايده. هو كان بيستني الكرة هتشاط يعني. طبعا. يعني هيرجع عليه تاني ويشوت. ده ده تبكى لعبدالله السعيد. ده زكاء عبدالله السعيد. العبل الاسكى في الكرة المصرية في اخر عشر سنين الاسكى. مناسبة احنا الهدف ده كان في الكاس اللي هو كان معمول في ابو زابي. فاحنا هبنتكلم عن الموسم عموما مش شرط الدوري. عشان الناس بس بتبقى ايه. يعني همش نكلم عن الدوري بس. الكرة دي هاتلي بس الاعادة الابلاعة ما عليش انا اسف. الاعادة الابلاعة على طبول. عشان تشوف ان الكرة مش بالسغولة الناس متخلها. بص ماشي. ماشي عادة. بص بص يا كريم. الرجل المدافع ايفل هنا. هو قاري. هو مصطفى شافه. قبل ما يروح يعدل ويستلموا الكرة. هو شافه الدقة كمان بتاعت الانهاء. بص يا بص يا بص يا كريم. وانا بعمل. وانا بعمل. اتشاب في محمد بسام الحارس الطويل قوي ده. عشان احطه وتنزل تسقط في الجنف المكان ده محتاجة حساسية كبيرة جدا. صح. مروح للبعد. مروح لي الهدف اللي بعد على طول. بص. ده هدف ارتوء من الجناح التاني. عشان كده قولنا اخسراتنا للعيب فيرامدز على الموسم اللي مقدمينه. طبيعي بص. يا السلام. يا السلام. يا السلام. كنت بتتكلم من شوية. كنت بتتكلم من شوية على جول شيكابالا. طب تعالوا ريك بقى الجول اللي شابها شيكابالا. بس منها حد تانية. صح. نفس التكنيك. بنفس الطريقة. في جنب الشبكة اليمين. اللي هو كان الله في عونا بسعود. والله لو قعد ثلاثة يام مش هيجيبها. ليه? لانها راحة في جنب الشبكة كريم. سقطت في جنب الشبكة. مستحيل تطلع. والراجل عيب كبير او ابراهيم يمكن مقصر شوية بحق نفسه. وابتدى يفوق. ابتدى يفوق الفترة اللي فاتت وماشي بشكل ممتاز. وراح منتخب مصر. لا يقدر يدي اكتر من كده. تكنيك. تكنيك عظيم في الارتو. من ناحية الشمال زي ما قول. هاي. شبيه الجول اللي جبناه من شوية بتاعش كابالا. يا الله اللي بعد. الجول. الجول بقى اللي عمل مشاكل كتير قوي. الجول عمل مشاكل كتير قوي. حلوة. انا هتكلم على حلوة الجنب غد النظر عن مشاكله. ما ليش دعوة. الجول هنا حلوة بص هنا. بص هنا الرجل بيعدي واحد على واحد. بيحط الباص بيرجع يستلم بوش رجل الخارجي نموذج. جول نموذج. واحد من احلى الهدف في الدوري. مش بس الانهاء بتاع محمد شامل اللي بوش رجل الخارجي العظيم. لا. الرجل بيعدي واحد على واحد الكرة بين رجلين مدافع الزماني. بص بيعدي ازاي? بيعدي وكرة صعبة جدا. هو واقف على الخط واحد على واحد. بيعدي بيدخل جول 18. بيسند على زميله وبيستنى الكرة في المكان الفاضي بص عظيم جدا. اقول لك مفاجأة جميل. انا بعرف اجيبي جول زي دي. في البلاستيشن. في البلاستيشن صراح. بيدوس اللي توق. اه يعني في الفيفا بادوس لأ الوان دي. بادوس اللي وان دي. بسيجي معايا كده منه على البر. ده واحد من احلى الهدف من الله بمفتوح. اه. وهسيب الجن اللي بعده. اللي فوجت نظري. لو انا هدي درجة. هدي للجن ده. وجن بقى عشان زال كوايا ما زعلوش. لا مش ده. هسيب الجول ده المحمود. قول اللي بعده برضو. ده جن ده بتعريض اسليم اللي تكلمنا عنه كتير وكلمنا عنه هنا حتى في البرنامج. قصة كلها ان انت ازاي وسامة ابو علي كفرود بيطلع خارج منطقة الجزائي ساعة في دول بناء اللعب. ولكن هنا الوقفة والنسابة كرة نط. هنا بقى القصة. ان هو سابة كرة نط نطة كمان. علشان لما يلعبها بشمال وهو راجل ايمن. تروح بالطريقة دي بالشكل ده ما نيجي نتفرج عليها تاني. هنا وسامة ابو علي خاد الرجل خادك السلام بدوران. هنا بقى بص سابة نط. عشان التانية لما تنزل. تنزل بالزبط على عدلة رجله. هدف من اجمل اهدف لريدا سليم. وبنسبة ريدا سليم كان ليه هدفين في الكل الهدف اللي احنا اجبناها دي. رغم ان هو مش بيشارك كتير مع النادي الاهلي. ولكن وسامة ابو علي برضو من الفراو ده اللي قدر النادي الاهلي ان هو هحصل على. نشوف اللي بعده. نشوف بقى الهدف اللي بعده. ده هدف الهدف اللي بعده. اه طبعا ده يعني مزيكة نادي الزمالك فند وهندسة نادي الزمالك. شوف كم نقلة في وسط ملعب آآ آآ نادي الاتحاد في مساحات دايقة في زحمة كبيرة جدا. وبعد كده بص تحرك طاع ناصر مهر وحرفانة احمد فتوح اللي بشوف فتوح ده بس لو وفوض المكامل شوية محصبش كتير. طبعا. احمد فتوح ده يفري مع الزمالك ومع منتخب مصر قد كده عشرين تلاتين مرة. بس هنا قوة نادي الزمالك انت ازاي بتمرر الكورة وباص باص باص كتير جدا في حتة ضيقة وزاوية. بص كامل عيب كل نادي اتحاد سكنداري وكابت انطر العشري عامل الزحمة دي برغم كده لعيب نادي الزمالك عمالها تدور الكورة. ناصر مهر بيسلم ما بيقفش بيسلم زيزو بيتحرك. كله بيتحرك. احمد حمدي بتحرك. لغاية لما احمد فتوح خد الكورة ولعبها بلسنج لناصر مهر. ولكن الهدف اللي بعده هو الاحلى والامتع. والاجمل والالز. وهو ده فعلا برضو نادي الزمالك كالعادة. اه هدف جميل جدا. تعال نشوفه. اه طبعا. الهدف ده طبعا. الرائع بتاع اللي جابه يوسف اوباما. شي كبالة. وقيمة شي كبالة. يعني يعني بجده الله العظيم اقول لك ايه? يعني واحد لك ايه? كعب على كعب. على كعب. فضل يا جيم. واحد. جيمة عايز اولي حاجة عالجول برد. طب امش انا. فضل. قال لالجول انا بنيش داعه. انا بقى. جول اوباما. لا لا الجول ده يا الجول ده. الجول ده. الجول ده حلوة قوي في حاجات كتير بص. وقف قبل ما قاله قبل الباص. قبل الباص. اسست يودك تجيب جول. اه. الحركية بتاعت شي كبالة. بص اللعيب اللي هروح اط الجول مش هولي معاك كورة. اه. الاتنين دخلوا جوه منطقة الخطورة. منطقة اللعب كلها. بعد الباص. بص الحركية. ضربة تسلل. حركية انسايد من الرجل الجناح اليمين. شكبالة رايح في مركز الفيرود. اه. هيروح الرجل هيقطع عكسي. بص كام ميزة. كام تفصيلة جوه الجول. الرجل قطع تحت. شايفه. وهو بيتحرك. علشان شايف ان ممكن ازاي بتقفل عليه شوية. بيحطها له قربة الكعب في رجله شوية. بيروح ما عندهش مشكلة خالص بيرعص الحرس. لا بص بقى الجمال. وراح تطرب كعب وحطهاش عادي. وممكن يرفي حطها ببطن رجله. واحد من احلى الاهداف في الدوري. على صعيد التحرك. على صعيد التاكتك. على صعيد المتعة. واحد من احلى الاهداف للسجل السنة. سلام. خلصوا كده ولا لسه تاني. لا خلاص خلصوا تاني. كمان المصطبط حي مش عارف موجوده ولا لأ. نكمل. نشوف لو في جون تاني. كمل بعد الجون ده. اعتقد في جون كمان. اعتقد. ان شاء الله يطلع عنينا بعد الجون الحلوة. لا ده لسه فيه تاني. اه ده هدف عمر سعيد لم تلتة ايام ده. ده هدف بك برضو رائع يعني. يلا بقى عشان معناه تلت دي ايه وعايزو احنا تصديات. سرع. يلا. 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 اهاته اللي بعد شاء الله بقى تودها جول عمر السعيد كان نجول حلو ايه برضو. تصويب. اه. يلا. اه. ده مصطفى فتحي. ايه ده بقى بقى. في اي اه مصطفى فتحي يعني بص ما بيحترمش اي حد في المنح. بيراس اي حد. بيوقع اي حد. بيلم اي حد. ممكن يعمل اي حاجة في الكورة. لعيب يقدر يدي الثقة لفرقته بس عن طريق المهارة بتاعته ان هو يقدر يعدي واحد على واحد. اه ده. يقدر ياخدك على سبت على يمينه وعلى شماله. ميس عماله في الوقت. والله العظيم يا كريم. انا عمري ما هنسى سريعا كده. مطش مصر والجزائر في كاس العرب. اللي كانت معمول في قطر. كان الناحية التانية سليماني اللي هو. لا مش سليماني. الا القصير اللي كان بيرع في بورتو. سبيان فغولي. لا. ماشي. مهم يعني. كان مسك لعيبة. يا ايو يا سيني ابراهيم. كان مسك لعيبة منتخب مصر. حماله يرقص يرقص يرقص. اول ما مصطفى فتح ينزل. بقى يعمل زي بزبط. ياخده الكورة رقص كل لعيبة الجزائر. فهو لعيب يقدر يديك ثقة تانية عن طريق المهارة. فاكر كابتن حزم امام زمان. لو كن لعب الكاميرا والنجيريا كان حزم اول يمسي الكرة يلم واحد والتانية تحس انت ايه بيبقى فيه ثقة شوية. انت عايزيني التصديات ولا لا? اه يلا. طب انا نرحق شماعي دي. يلا بينا. اخترنا خمس تصديات فيه تصديات كتير حلو. كتير. يلا. لكن خدنا الخمس التصديات دول. واحدة الاولانية. يعني نفتح ان نشغل على طول علشان علشان الوقت. هناخد التصدي الاولاني. من اخر مباراة السراميكا والزمالك. تصدي صعب جدا لما تيجي متنزاوية العكسية. تصويبة قوية محكمة في راحة في التمانية. من القندوسي. لكن التهارام. انا بالنسبة لي التهارام بتاع صبح اللي ممتاز. لان الكرة دي لو ملمسهاش في التوقيت ده باليدي العكسية يا كريم. جول مليوم في المية. صعبة جدا. رح لبعدها محمود. هراسهم مميزين جدا. يلا. طبعا الصدى دي كانت تفرق بشكل كبير جدا. لانها كانت شبه فرصة محقاقة لنادي الزمالك. مصطفى الشوبير كالعادة. كل ما بيبقى موجود مع النادي الاهلي. كل ما بيتقلق. وهنا الخطوتين اللي خدتهم مصطفى الشوبير. مصطفى الشوبير اللي بيميزوا عن اي حارس في الدوري المصري من وجهة نظري. الفوتورك بتاعه. رجل على طول رجلي بتتحرك قبل ما بياخد اي قرار. وقف كويس جدا. نكمل الكرة. وزيزو شطها بصراحة. وكانت صعبة جدا. يلا هاتي اللي بعدها. على النادي الاهلي. كرة اللي بعدها. شوف الزاوية دي برضو تبين لك كرة دي كانت صعبة. وكمان مصطفى الشوبير ما كانش شايف. دي كانت للمهدي سليمان. يعني مهدي من اصدقائي بس يعني. هاي. دي لوحدة لان بصراحة يستحق لان الكرة دي كانت صعبة جدا جدا. شالها من الحتة الاخيرة. دي واحدة صعبة جدا محمد مجدي. اه بحارس الاسماعيلي السابق. امام الاسماعيلي مع مع الداخلية. دي تصدي واعمل واحدة بعدها اصعب. واحدة بعدها اصعب في نفس المباراة بالمناسبة. حبينا يديلو كريدت عشان نقول الناس بس انا ايه بالقصة مش اهل وزمال. عاملا باندو جوة سيكس يارد وزاو. صعبة جدا. ومسافة ورابة بص بعدها كريم. بص اللي بعدها دي. بص اللي بعدها دي. بص او النهاردة. انا متأكد. والله العظيم بشكركم من قلبي. اشكرك. ويخرب بيت الجماعة. بجد والله.